ابدأ انا شغل اول بعدين ترشغل انتو. بسم الله. التامنين اللي احنا نشتغل عليه اليوم. التامنين مش كبير. ولكن. في معظم الحاجات المهمة. اول حاجة عندنا احنا في هنا عندنا جزء ورد ارت بعدين صورة وبعدين نص. هسيب مكان الورد ارت واسيب مكان للصورة وبعدين اكتب النص. ما تعملش الصورة الاول. المواصلات. حيث اشارات على المسافرين. كسير الوقت. النصر بتشغل على على اللاب توب وكده يعني يحاول يكون عنده اي كيبورد خارجية حتى لو بيسالك عادي. لان الكيبورد بتاعة اللوحة بتاعتها قريبا بعض شوية وبتبقاش فيها ايه بتبقاش عالية. فتخليها تبطأة كتير. يعني دايما الكيبوردات اللي هي تبقى الصغيرة دي الكمباكت دي. بتبقى متعبة شوية في الكتاب عليها. يعني حتى لو هجيب كيبورد خارجي ما تجيبش برضو اللي هي الكيبورد اللي هي بتبقى الكمباكت اللي هي الصغيرة دي. حاول تكيب كيبورد كويسة حتى انا مسيلك عادي يعني ان تبقى رخيصة. عشان تضرب عليها اندي اصلا اختبارك حتى بيكون على كيبورد عادي يعني. كمبيوتر عادي. طيب احنا كده خلصنا كتابة. بعدين هنا في تويوتا. بيجو. مرسيدس. بي ام دابل. ان شاء الله العامل التمرين كاتب بي ام دابل بي غلط. ماشي. طيب. الحين ده النص اللي في التمريني بقى هعمله اول شيء. وبعد كده ابدأ نص. ما ينفعش تعمل تيوتا مثلا ما تروح اعملها ترداد نرقمين. تعدد نقتي زي كده. اه هيجي اللي بعد كده تقول له تعدد نقتي ولكن لما تيجي تعمل بعد كده تعمل انتر هتليه برضو تعدد نقتي بقى زيادة معاك. لا احنا بنعمل حاجة نكتب الاول بعدين نبدأ. النص ده انا اكبره طبعا ما ينفيش نص حداشر استحالة يعني. خلي. واربعتاشر مسلا ونعمل له ضبط. هو اللي هيشد الكلام معاني معاني. اللي بيجوة بطي قلتها والبي ام دابليو دول ما عمل لهم. تعدد نقتي. اللي هو. لي مش بينا في الصورة بس تاريوان تعدد نقتي. تاريوان هي. الورد ارت ادراج. وورد ارت. السيارة. السيارة في الوسط هيا. طيب. بعدين احنا عايزين السيارة يكون بشكل مائل على كده. تأثيرات النص. ايه وجوة تنصيق. تحويل. اختار الشكل اللي انت عايزه او اللي هو عمله. هو عمل ده تقريبا. اهو السيارة. لنفس الفتمرين. اين? اهي. نفس الفتمرين سيارة. بعدين ايه. نحط لها صورة السيارة هنا. نسيب فراغ برضو هنا ثاني. ادراج. صورة عبر الانترنت. ما عندكش الانترنت يختار اي صورة عالجهاز. في الاختبار كده. ما تقعدش تدعواتك تقعد تسأله. السيارة. سيارة اشتفش معنا. عشان تغشوها الفتمرين. ها اعمل هاش? سيارة. اهو. ادراج. لازم يعمل. لازم يعمل. واول شي بنعمله اول ما نعمل ادراج لاي صورة. التفاف النص مربع. ما حصلتش دي كليكي مين. التفاف النص مربع. بس. دي اول حاجة تعملها. او ما تعمل ادراج للصورة. التفاف النص مربع. ماشي. الشكل. ادراج. اشكال. خلي بالك فرق بين الشكل ده. وبين الشكل ده. انا هرقب كلهم عشان تشوفه. يعني اذا تبقى اشرح كمان مع الشغل. فرق بين التلاتة. انطعم في العكس ده. فرق كبير بينهم. في فرق. ده. وده عكس بعض. لكن. وده وده عكس بعض. بس ده مش شبه ده. لازم اتشوف التمرين بتاعي. هو طالب مني انهي. طالب انهي. طالب اللي هو. عكس بعض. وده وده. بس سؤال. دعم. عندي سؤال بس. اذا كتابه. بريده على الصورة كيف اقربها من باب. يعني اي بريده على الصورة. د? يعني الصوت في السيارة. اه. بريده على الناس كيف اقربها. اذا كانت بريده مثلا. هي اول حاجة لازم تعمل دي. هي بتجي لك زي كده. هي بتجي لك ايه? كده. بتجي لك كده. مش عارف تنقلها انت. صح? هي بتجي لك كبيرة كده وبعيد. عشان تحركها وتنقلها بما كانت لازم تعمل. كليك يمين التفاف النص مربع. هتصغرها هتصغر معاك. هتحركها وتتحرك معاك. لازم تعمل مربع دي. تمام? لا قسي استاذ يعني الكتابة هذي التحت. ايه. يتقم تحت كيف خلي فوق. النص نفسه اوقف الفراغ بيعمل مسح امسح. هيطلع الان. انك بتمسح هاي. هيطلع لفوق يعني هو لو كده عندك مثلا كده. مثلا امسح كده لحد ما يطلع فوق. يعني مش هيجي النص مش هيتزح لتحت خاص ده. لو انت عامل اول شي مش هيبقى تحت خالص يعني. انت بتبقى سعيب فراغ للصورة. وسعيب فراغ للنص اللي هو الورد ارت. وتكتب. النص هيتزقي امتى لما يكون الصورة مش مربع. لو ما بندرجها يعني. الصورة هنا مكتوب فيها ايه السيارة. ايه? صورة اهم وسيلة اتصال. السيارة هي اهم وسيلة اتقال. اهم وسيلة من وسائل الاتصال ازاي يعني. ايه الكلام ده. ماشي. النص ده عايز اكبره عادي نص عادي. باكبره عادي من هنا. الجدول الى تحت. النص النص اللي هنا ده متعملش مربع نص. عايز اوقف هنا اضغط اند. هتلاقي في الكيبورد حاجة اسمها اند. واضغط اندر. لما نغطش اندر. وما نغطش اند ده هيت. هتلاقي الرشاك ده بينزل معك تحت. لا. عايز اطلع على الفوق كده وقف اكتب هنا. مكتوب ايه? اسعار. بعض. السيارة. ونعملها توسيط. وبردو نكبرها. ما فيش حاجة. ما فيش اي نص او في اي تمرين يعني. يجيلك يكون حجم 11 امدا. 14 او 16. ما فيش اقل من كده. ونعمل الجدول. الجدول ده كم صفه وكم عمود? واحد. اتنين. ثلاثة. ثلاثة عمدة. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. اربع صفوف. اضراج. الجدول بالزات حاول تقف في المكان اللي انت عايز فيه الجدول بالضبط. يعني عايزه هنا هيبدأ ان هنا ماشي. لان انا بنعمل اضراج بيدرج مطرح ما احنا واقفين. فلو انت وايب بالكيبورد هنا بالماوس هنا يعني. بتجيك تعمل الجدول هينزل لك كنا. والجدول متعب شوية فيه نقل. ثلاثة عمدة. واربع صفوف. والجدول مفيش في اي شيء. وسعه شوية كده. طبعا انا تبيني عندك مفيش في حدود ولا اي حدود علي يعني. عايزة غير حدود اهو. حدود خارجي. ضغطتين. بالماوس. مطعوش ترسم بالماوس كده. لا. اهو. اخترت شكل حدود. حدود خارجي. حدود خارجي. الحدود اللي في الداخل عايزة خطه مزدوج. مسلا يعني. او خطه متقطع. زي كده. اتلاع انك حدود داخلية. بس. موضوع سهل. طبعوش تعمل بقى بالنسخ خطوط ده. طبعوش تعمل كده. او كده. مش عاف ايه. لا. حاجة تانية. لو الجدول عندي فيه اللي هو الخط اللي بيبقى كده. القطري ده. بايجي هنا على الحدود. اهو. حد صفلي قطري او حد علو القطري. ده لو موجود في التمرين يعني. لقد مش وجود عندك. فالتمريد اللي عندك ده بات مش ياخد منك اكتر من عشر دقايق. بالزبط يعني. هتنفرزه وتكتب الكلام عشر دقايق. الحياة ساعة كامل حين? ساعة ساعة ستة اتنين وعشرين دقيقة. قل ستة خمسة وعشرين. قبل الساعة ستة واربعين دقيقة يكون كله ارسله. ساعتها عرف ان انتم تقدروا تخش الاختبار وايه? وانتم متمكنين من الورد وهكذا. اللي هو في اقل وقت ممكن. تنفذوا التمرين كله. اه? بالوضافة تعالي نعمل له حدود. تصميم. حدود صفحة. اختر اي شكل عادي. اه. في خلال ساعة قبل الساعة ساعة ستة واربعين دقيقة يكون كله ارسل. اللي هيرسل قبل ستة واربعين دقيقة هيعتبر هؤلو الحضور. اللي هيرسل بعد كده يعتبر ايه? تمام? يلا ابدأ اشتغل. اشتغل.